أربع سنوات مرت على تحرير مدينة الموصل من يد تنظيم داعش ولا تزال هذه المرأة الموصلية والمئات مثلها يبحثون عن جثث عوائلهم الذين دفنوا تحت الأنقاض في الموصل القديمة التي دمرت أبان حرب تحريرها من قبضة الإرهاب أهلي أهلي وين حقوقهم؟ أنا هاي صاحة خمس سنين بله أمشي بمعاملة هي نهاية المعاملة وين حقوقهم؟ شهادة وفاة مات أطلع لم؟ لا حديث يساعدنا لا الحكومة ولا أي حديث يساعدنا أنا هاي خمس سنين أمشي بمعاملة بهدلت بيها هنا في أيمن الموصل وسط الأحياء المدمرة يروي سكان المدينة قصص هروبهم ومعاناتهم أثناء حرب التحرير وكيف فقدوا ذويهم الذين دفنوا تحت الأنقاض ولم يعثروا على جثثهم حتى الآن عانينا في وقت داعش من أسوأ الفترات التي مرت علينا من أسوأ الفترات حاصرونها دمرونها أنا عندي عائلة كاملة مكونة من ست نفرات ما لقيت جثة مالتهم ورغم ما حل بهم من ويلات الحرب إلا إنهم باتوا عرضة لسماسرة ومعقبين يعملون في مؤسسات الدولة لترويج معاملاتهم كل ذلك لم يمكنهم من إنجازها لم تخلف الحرب دمارا ودماء فقط فهناك من تركتهم في المنتصف يبحثون عن بصيص أمل ليعيدوا حقوق ذويهم الذين دفنوا تحت هذا الخراب فرح الزيباري ونينيوز الموصل